ما زلنا في معادلتين المعادلة الأولى كانت موضوع الجزيرة والمعادلة الثانية هي موضوع الإزاعة والتلفزيون وتكلمنا عن أهمية الإزاعة والتلفزيون وهمية المعركة للعدو يعني العدو ذاته الطريقة اللي بيدي عمل بها في معركة درمان والمساحة الضخمة جداً المحيطة بمحيط الإزاعة حاضر هي واحدة من الحاجات المكبلة حتى القوات المسلحة القيادة دي بتاعت الجيش مع واحدة ويتضع خطة لحاجة معينة طوال إحنا بنقوم نقول دلت شوفناه بعيننا ودلت شايفينه أهمية اللي زاعة شايفين في الجزيرة إنه في حجود عسكرية محيطة بأولاية الجزيرة إحنا مشكلتنا إنها تتحرك الحاجة دي وتكلمنا إنه أنا ممكن أفقد المتحرك كامل وعشان ألم المتحرك ده حاخد زمن دي كل الأعزار إحنا قدمنا للقوات المسلحة إحنا حنشتغل مع الجيش يدنا في يد الجيش خلال الإسبوع ده نحرر ولاية الجزيرة أو أقل الله هندخل مدني نرجع رأيكم شون الجيش يقول كلامه المواطني يقول كلامه الشعب السودان يقول كلامه نشوف الوسيلة الممكن إحنا نستعجل بيها الخطوات والوسيلة اللي إحنا ممكن نتحرك بيها بطريقة منتظمة إنه إحنا نحمل مدنيين في ولاية الجزيرة من استهداف الدعم السريع الليلة الإعلام بتاع الدعم السريع داير يعني أنا ما كنت قال في بجاح حابتصل للمرحلة دي لكن وصلت يعني يعني وصلت البجاح المرحلة دي ولازم لازم نرد عليها يعني السفيها الحمداوي قال البحصل في ولاية الجزيرة دا صراحة دائر حقائق مؤكدة من ناس متواجدين على أرض الواقع أو ناس متابعين مع أسرهم بدون روايات المرابيع وضدهم البحصل دا محتاج تسليط الضوء على أدق تفاصيله الجزيرة دي هرب منها الجيش وهربت منها كتايب الكيزان وتركوا المواطنين والمواطنات مع الدعم السريع يبقى ما فيهم واحد مؤهل للتعليق على البوست دا بقيت الناس تورونا نورونا بالحاصل في التعليقات الضغط الإعلامي وضغط المنظمات على الدعم السريع في موضوع الجزيرة أصبح واضح والدعم السريع الآن دخل في مرحلة الفناء تماما كالباسيوبي دا قال يا أخي والله البحصل في الجزيرة دا دار تصل الضوء ممتاز إحنا متفقين معك ودار حقائق من أرض الواقع ممتاز متفقين معك قال الحقائق دي دارنا من ناس عندهم أهل في الجزيرة السودان دا كله جزيرة أصلا السودان كله من الشارق والغرب والوسط والشمال كلهم قاعدين في الجزيرة وعندهم أهل وبيقولوا الكلام اللي بحصل وبتطلع التغارير في غنات الجزيرة وغنات العربية والحدث عن ولاية الجزيرة والمجازر اللي بارتكب الدعم السريع دي ما قاعد تطلع قاله الفيديوهات اللي بطلعها الدعم السريع ومبارح طلع فيديو واحد من القادة حايم بعد المجزر اللي ارتكبوها يعني دا قال كله ما نصدقه بارزول من الواطبة مواصفات معينة عندنا دا أنا دار شنو يكون متواصلين مع أهلهم في الجزيرة عندنا دار شنو طيب ها هو الاتصالات مقطوعة في الجزيرة أي معلومة حسي قاعد تطلع عن ولاية الجزيرة بتطلع من إعلام قحت وبتطلع من الدعم السريع الحال دي الناس تركز فيها الحرية والتغيير عندها عناصر وكوادر في ولاية الجزيرة بصورة خرافية والناس دي الان هم المتهمين الأول ناس متهمين منعوا تسليح القرى احنا حنجيبهم بعدين بلستها بالاسم كوادر بتاعين قحت في غورة الجيش دخل يسليحها ودخل أولادنا المعسكرات قالوا ليه ما تسلحوا أولادنا ما جهزين للقتال قالوا الكلام ده ولما ندعم السريع خش الجزيرة أول ناس هربوا أول ناس هربوا من ولاية الجزيرة هم اللي كانوا بقولوا ما سلحها أولادنا احنا المعركة دي ما داخلين فيها وأغروا الأهالي وأغروا المواطنين إنه ما يشاركوا في المسألة دي ولا يأمنوا نفسهم واضطرحت لهم حاجات كثيرة ودي حاجة مسبتة وبيواسائغة حسي قالوا احنا ما بنسمع حاجة في ولاية الجزيرة إلا من ناس معينين بمواصفات قال دار تسليط الضو تسليط الضو كيف يعني ما الدعم السريع قاعد في مدني انت ناس شايفه قاعد في مدني ما تسأل روحك تقول الدعم السريع ما زعب على الدعم السريع في مدني بس نقطة عرب انتهى الجيش هرب الجيش هرب وانسحب ده موضوع انتهى هل ده مبرر انه الدعم السريع يكتل الناس في مدني المتهم أسي انت مشكلتك شنو المواطن المواطن مشكلته شنو انه يستباح يقتل يعتدى عليه يختصب الحاجة دي بيعمل منه ايوة معاك الحاجة دي بيعمل منه هسي انت قلت دار كلام منطقي وجيش كن هرب والكيزان والبراء هربوا صحيح متفق معاك انت هسي مشكلتك شنو بيرتسلط الضوء اللي بحصل للمواطن بيحصل للمواطن براءه بسحة الصباح بيلجى روح ومختصط بيلجى عربية مسروقة بيلجى امواله منهوبة ولا في زول بيعمل الحاجة دي في زول بيعمل الحاجة دي انت مافتكر تقول اسمه طبعا انت الزول بيعمل الحاجة دي مافتكر تقول اسمه اني قصطين انه عندك مرض نفسي بتدعالج من اكتئاب بتبلعي حبوب ده ما مبرر تتبلى اول حاجة بعدين تدعالج وفي ناس تتربي اول حاجة بعدين تدعالجي. وقع? طيب. فأس هو بقول دار تصل الضوء. سلطنا الضوء. هاك دي كالشافة كبيرة نور الجزيرة. تضل. دار شنو? موضوع كنو زول بتحصل له حاجة في الجزيرة. الناس تركز في الكلام اللي بقول فيه ده. عشان حنبني عليه قواعد بتاع تحرك لينا. طيب. اللي بحصل في الجزيرة يا اخواننا سبب منه. الجيش هرب ما يهرب الجيش. هل ده مبرر الدعم السريع اقتل الناس? هل ده مبرر الدعم السريع يدخل المصانع? هل ده مبرر الدعم السريع يسرق العربات? باعتراف قادة الدعم السريع. باعتراف حمادتي. انت لا يمكن تصل مرحلة من التضلين. ايها المازوخي المريض نفسي. حاضر. تنكر انه مولانا اسماعيل بشعر الزعافة في تصريحه لغانات الجزيرة قال انا احد ابناء الجزيرة. وقعدت مع قيادات الدعم السريع. وقلت لنا اللي بتعمل فيه في الجزيرة ده مرفوض. ابقى مولانا بشعر اعترف. لا يمكن تنكر انه خالي سيليك قال. هل بحصل في الجزيرة دي احنا ندينه. لا يمكن تنكر انه ياسر عرمان اعترف انه في الجزيرة الدعم السريع يتتكب جرائم وفظائع ضد المدنين. لا يمكن تنكر كلام حمادتي. لما نواجهوا الكلام ده في 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 ادس ابابا غايتكم حمادتي الوقعتم معاو نستقدم. انت لاي فاصل روحك من الدعم. انت ماضي معاو. انت ذاتك ما دعامي. انت ماضي. الحرية التغير هو ان احنا بالعمل كون اسوأ من معاملة الدعم السريع. الدعم لعندهن املاك لعندهن حاجة في السودان. انتوا لحد تدفعوا تمانا العاملة الدعم السريع بيتوقيعكم معاو ده. توقيعكم ده يدينكم في السودان ويدينكم برا. انتوا ما شفتوا بل لسه. يعيقون البل. مش ماضيتوا معاو. احنا ما عندنا لكون حاجة ثاني. والمسورة الريكب فيها تقدم انتوا قال شنو. انه مضى مع الدعم السريع. وعشان يساوي وضعه القانوني. كان ببوس في قراءة البرهان يمضي معاو. عشان بعد ان لما نجي احنا نسائل يقول لنا احنا ما تعبع الا الماليشيا. احنا مضينا اتفاق توفيقي مع الدعم السريع. واتفاق توفيقي مع الجيش. قام البرهان قل لهم كده مش عمضوا يا حميدتي اول. ماضوا معاو قل لهم ما بعرفكم. انتوا بجيتوا ماليشيا. بل. اسيتوا راكبين مع الزول اللي بتاع احنا ابناء السودان وسنويدة. اما دموقراطية بتاع حنارك. انت بتحلم ولو شنو. انت بتحلم ولو شنو. انت ماضي مع الماليشيا يا زول. انا بكلمك كدعم سريع اسي. انا كزول مكرم من الجيش بكلمك انت كدعم سريع. فضل اسي دارت شنو انت. دارين شنو انتو. قال يا اخو والله الجرائم دارين زول الدين الحقيقي. حميدتي لما نواجهوه نستقدم قال ليهم الدخل الجزيرة ديل متفلدين. وفيهو الناس عان اعمال ليهم مجلس محاسبة. منو الحي حاسبهم. الدعم السريع يبقى الدخل الجزيرة ابنو. الدعم السريع. يبقى انت بات يجي تقول لي والله في الجزيرة دار تصل الضو. الضو الصلة الزمان والناس مرقوا. ودعم السريع انت انهبوا عمل فيديوهاته ووسق جرائمه. ما تجي هنا الليلة بيت اطليل ده. القوني اخر شهر بيديك اسي محمد الفكي. مبارح كتب كلام. لا يمكن زول يصدق له محمد الفكي. ده ما حزب حزب السفيحة الحمدابي. التجمع الوحدة والوطني ده واللي بتاع ده. اول حزب في السودان استقبل الدعم السريع في ولاية الجزيرة. مش كان في مواطني موكفين مع الدعام وعملوا له اللافتة كده. ده حزب السفيحة الحمدابي ذاته. حزب محمد الفكي. ده لشنو التافيه ده. طيب هي الله. عاء محمد الفكيه. ده ارزولي شرح ليه محمد الفكيه ده حتي تija توظرف من الظروف ممكن يقول كلام زي ده. بس ده ارزولي يقول ليه. فيانا اسكري انتك يا محمد الفكيه يا. قال استمرار المقاومة الشعبية يعني استمرار الصراع. ما قال استمرار الدعم السريع في دخول الجزيرة والغرة وتهديده يعني استمرار الصراع. ما قال استمرار القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن. يعني استمرار الصراع. شال الموضوع رماه في منه. رماه في المقاومة الشعبية. دي تربية دي حسي. دي بطالة يا حجي. انت ردعته شنو زول ده. كنت بتردعي بصبع كرائك ولا شنو زول ده. ده لا يمكن كل شارب لبن. ده ما شارب اي سوائل ذاته. خلى الجيش. وخلى الدعم السريع. مسك في المقاومة الشعبية. قال استمرار المقاومة. يعني استمرار الصراع. الله يا اخي يا اخي ما لكون يا يا محمد الفاقي دي دي الاسياسة. دي بطالة دي. انت رقاصة. حزب ات ربيت ويني انت. يا اخي ما ممكن لكن يا اخي. ما ممكن. خلى الدعم السريع. خلى الجيش. قال المقاومة هي سبب استمرار الصراع. طيب. بس ما عندنا حي غير الله ينعل ابوك لابو اهلك. بس ما عندنا حي. قال شنو? قال استمرار المقاومة الشعبية. يعني نخلي الدعم السريع خشها الشمالية. نخلي الدعم السريع اللي هو واحد منه ونحس عشغلك الفيديو. قال لي نسوان الشمالية ونسوان شندي. احنا جاين نختصبكم. نخليون يجي اختصبون. الحاجة دي امك علمتك ليها. ابوك علمك ليها. كانوا بيعملوها قدامك. قدموا نفسهم كده. الناس ما عندنا هنا الحاجة دي يا محمد الفاقي. احنا عملنا المقاومة الشعبية رفضا للكلام اللي بيقول فهو الدعم السريع. ما موضوع انه انه نقيف مع جيش ولا ماجيش. طلع واحد دعامي في ولاية الجزيرة قال نرفع تماما الشمالية وضنقلة للسيدة الغايدة المشير محمد حمدتي. دار ناس ضنقلة يرجوه انت. بيعملو شنو الدعامة لما نخشوا عندك. انت شايفينو الموضوع ده مافوز لغاوم. لا انا من غاوم يا زر. قال الدعامة يخشوا هاي. لان محمد الفاقي شايفينو المقاومة استمرارة حيزيد الصراع. زيد الصراع وين وقف الصراع يا حيوان. المقاومة الشعبية وقفت الصراع. الكلام ده لو ثلاثة شهور لما نخش الدعم السريعي ولاية الجزيرة. هدت قال انا ماشي ضنقلة. ماشي ضنقلة تاني? ليه مهما ليه انت دار يمشي ضنقلة يعني? يعني انت الخطة بتاعتكم انه الصراع يستمر. معناها انت ما دار الصراع يستمر انه الدعم السريعي يخش ضنقلة يعيز فيها فسادة نستولى عليها. ويخش الدامر يعيز فيها فسادة نستولى عليها. وخش برصدان كسر بعد داك انتهي من الخطة بتوعدو. بعد داك الصراحة يجيف. لكن ما دام الناس هتغاومو. معناها الدعم السريح هيواصل حربو دي لحد ما يخش الحتة. ات دار الموضوع ينتهي بعينو الناس خش الحتة. الصورة اللي اختارتها لك موقع البلد. اللي هو اجاب تغريرك ده ذاتو. انا دار الناس نشوف الصورة دي. ده ما تاجر مخدرات دي يا اخواننا. المنظر ده ده ما تاجر مخدرات مخدرات. لماذا خلق الله محمد الفكيه? سؤال وجودي. سؤال ده وجودي غانوني وشرعي وديني. واحنا دارنا عارف الله خلق محمد الفكيه. لماذا? يعني اسي دورك شنو في الكوكب. وريني دورك شنو خميسة الناس مبسوطة. رحلات الدنيا بتاع احنا متكلم عنك انت. قال الاستمرار المقاومة الشعبية. يعني استمرار الصراع. وزيادة معاناة الشعبنا. كيف زيادة معاناة الشعبنا? حس الناس في الدامر مرتاحين. مفروض الدامر دي تسقط قبل تلاتة شهور. تكون زيها وزي الجزيرة الان مستباحة والان الناس الناس بيشردوا منها. ما حصل ليونا الكلام دي. حفظ طريق اكتر من تلاتة مليون نفر قاعدين في الدامر. شندي. شندي المفروضة الان تكون بدعاني. لانه توعدوها ومشوا لحد المصورات. والدقوا والضربوا. الناس في شندي قاعدين في امان الله. تلاتة مليون. كسل المستهدفة. كسل وقف الدفاعات المتقدمة على بعد ستين كيلو من كسلة. ما في اي معانا والاسواق شغالة والمستشفيات شغالة. والمدارس ذاتي شغالة. والبرامج الترفيهية شغالة. وعندهم ستارلينك. وفي امان الله. تلاتة شهور ما جاتهم حاجة. وين المعاناة. تتكلم عن اياته معاناة انت. ولاية الخرطوم حتى الان. يا دوب خرج وربعمائة وخمسين مبارح. عالني كده وربعمائة وخمسين. في غرية النوبة في ولاية الخرطوم. بعيدة. اما نروح انه الدعم السريع لو جفاز من اي حتة او فقحات زيك. او حزب اتحادي وحدة وزيك. انتو مفروض تصلبوا. انتو انتو هنعمل فيكن عملية دا الفكي. والله هنعمل فيكن عملية بس اسمع الكلام دا بس. اقول لك بالعربي الواضح. ايه ما الوضوع دا تجاوز النباز والدقوة. اي حاجة. الموضوع دا مختلف. قال المقاومة الشعبية سبب استمرار المعانب تحت الشعب السوداني. المقاومة في سنار الوقفة البيشي. المقاومة في كوسي الوقفة الابو جلحة. قال لا لا ما مفروض نقاوم. اخوانا دا بيفهم بعتو حتة في جسم. اسمع بيوين دي انسا. اسمع بيوين دي انسا. انا كذول مكرم من الجيش. لما نتكلم عنك بحاول اكون منضبط. انا مع جيش حسي. مكرم بي ثلاثة دروع. ايه تذول ما مكرم. سمعتي وضعي مسيدي هنا. هنا. في مسيدي دا هنا. 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 عربي اتي قضي انا مسيدي. انا ما مفروض يجيب سيرتك. وضعي الاجتماعي ما بيسمح لي. تكليفي من القوات المسلحة ما بيسمح لي. لكن حرود عليك. نرفع بك وعي الناس ونوري الناس انه احنا لما نلين فيكم. ما في زال احجز. بس. اه. اه. ده شغل بختلف. قال يا اخي. يا اخي. بحزب السفيها الحمدابي عشان تعرفوا التربية الوطنية اللي هم ترباها في الحزب دي شنو. قال استمرار المقاومة الشعبية عن استمرار الصراع. وزيادة معاناة شعبنا. الذي يحلم بتحقيقنا. للديمغراطية. احنا قاعدين نايمين خمسين مليون سوداني. لين عشر شهور. بنحلة منه محمد الفكي حقق لين الدمغراطية. قال. قال شعبنا. اخوانا عانوا. عانوا الجرأة. عانوا الصغة. الزلدة ما طبيعي. ما سايكو باسي محمد الفكي دي رحقنا في عينه عديل. الزلدة يقلوا له حاجاته كلها يدعوها بره. يركب له حاجات كلب. يركب له حاجات غنماية. زي زي قال له قال له قال له الطول طول النخلة والعقل عقل سخلة. السخلة كيفك كويسة. عبرتي مشيتي مصر ولا لسه. عندي لك قفة فرح هناك. اسمي. محمد الفكي دي يا اخوانا دارين جراحين يفرتقوا. شوفوا جوا فيش نو. قال له لا يمكن يكون طبيعي. لا يمكن. قال 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 شعبنا. احنا ما شعبك اول حاجة. وكان شعبك ما ترسل لنا زول فارض الميدان يجي يتكلم معانا. اطلع انت تعلينا. ماشي في الشارح سايما. هل انت قاعد مدسي ده. يا متخفي يا منقب يا مندس. انت ما تطلع ليا شعبنا ده لاجيه جماهيرك دي. لاجيه جاليه في الحتة اللي انت فيها دي. ورينا معاناة شعبكم دي. قال شعبنا الذي يحلم بتحقيقنا. انتو تحققوا لينا شنو. الذي يحلم بتحقيقنا للديمغراطية عبر استلامنا للسلطة المدنية الكاملة. احنا قاعدين نحلم كده رجال ونسوان واطفال ودنيا خمسين مليون عشر شهور. انه حتجي دمغراطية كاملة. وحتجي عن طريق هم يستولى على السلطة او يستلموا السلطة المدنية الكاملة. احنا قاعدين نحلم. اوه. هل انت مجنو والله يا محمد الفكي. يا محمد الفكي انت. يعني الواحد لو ما نام متوضي. انت بتجو في علم خليه. ابليز ذاته بيجي في شكلك. لقد تهي يا صرفها كلام جميل جدا. اغنى والله بيحصل في الجزيرة ده والله شيء محسن. وقراء الجزيرة ما شاء الله انتو قراء وقطار. وعني ما فقط ناخد نموزك. اه. بتاولا الشمالية. يعني ناس جزيرة ده ما عملتو كده. يعني مثلا. كانت او نفير بتا تبرات. في. يعشان تشتروا اصلها وتكونوا جاهزين. يعني استنفار شعب و استنفار المقتربين لشراء الاسلها. يعني كل مشروطنا الشمالية عملوا استنفار وناز على الحوة وباشرة ان عملوا. طبر رعاد. ومن المقتربين. ومن الناس اشتروا اصلها وما ينتظروا انه جيش. من زمان الناس بقولوا يا اخي امشوا او قيادة بيتا مدني. قال انه في مدني. زول فاطمة ما فيه. لحد ما والي يسلموا المدني للجنجويد ده. فالان القراء دلتو نائمين سايدو غان تشتاكوا. مفترض انتو تتعملوا يعني استنفار شعبي. يعني ما شاء الله انتو مقتربين كطار. كانت تعملوا نفير وكانت تعملوا وكانت تعملوا نفسكم. يعني فقط يعني درب مثلا نموذج لا يستعملوا. انتو كانت مفترض تعمل كده. لكن انتو بدل ما تعمل كده استقبلتو جنجويد دي بالزباهية والورود في الجزيرة دي. وكل الناس شافت. وفي النهاية ناس دهل برجو بنتقموا الجيش. تقدم في مكان تانو جنجويد هنا بنتقموا منكم انتو. وما هيسكتو. فاشاكرا الناس اخونا الغرر لسه جنجويد ما خشو دي ناس خليت حاول انو تعمل نفسها هو جيش. انو خطة ماشي. وبردو جيش مفترض ما في شيء انو يمنو يتقدم و ينتشر فقراء الجزيرة. لكن ما في شكل ما طبيعي. ببردو بس ناس تصبر. دي بطلاقات. ناس تصبر. الحرير تغيرض هم ما بهمهم. اصلا هم مكتون جنجويد فلات الجزيرة دي. لانو كل قطة بتاع دعم السريكان انو اختالوا لات الجزيرة. وكل هكاتو يكون فلات الجزيرة. هرب شغالة وعندو مرزوات شغالة في مدني. وكان بخططوهم انو دور كبير جدا في سعود مدني. وانتو سميدوا كلام وكلام مشاعرات بالحرير التغيير. والله السياسيين هم كلهم ينتقدوا المقاومة الشابية او استنفار الشابية. لكن كل يستسلم من دعم السري. والحرب ينتهي. دي القطة لهم قاتين فوه. اي نوع من انواع المقاومة او الدفاع اندفاع يعني في نظرهم انو بنتين الحرب. دهم قزدون كده. يعني الكل. الدعم السري شعراتي بقولوا انو انو خيارة الشعب. و اي زور برفوض من التفلول. وانت اجتم خلاص انت وقون زول ديمقراطي وانت اخترت خيارة الشعب. يعني هم بفردوا نفوزم على الشعب. يعني بقولوا انو خيارة الشعب. ولي كلام ما حقيقه. اشتركوا في القناة